اهلا بكم في حلقة جديدة على قناة بروفيشنال نيرس مكملين معاكم في سلسلة شرحات قراءة لسم القلب والجزء الثاني عارف ان انا قصرت معاكم وطولت في الشرح بس واحد مش هتطلع من الفيديو الا انت فاهم 100% فهد كوبات الشاي بتاعتك واركز معايا اول حاجة في شرح النهاردة ريت ريت اللي هو معدل ضربات القلب معدل ضربات القلب ليه معدلتين لو كان الرزم منتظم فبتكون معدلة ولو كان الرزم غير منتظم بيكون معدلة تاني طيب لو كان الرزم منتظم لو كان الرزم منتظم هنقسم 300 على عدد المربعات بين الر اللي بعدها يعني الموجة الر والموجة اللي بعدها عدد المربعات اللي ما بينهم طيب لو كان غير منتظم هنعد عرض الموجات الموجودة في 30 مربع بالعرض ونضربهم في 10 هناخد أمثلة عشان نفهم أكتر هناخد أمثلة عملية على الاثنين أولا في الرزم المنتظم تمام ده رزم ومنتظم زي ما انت شايف كده ده رسمة ECG تمام الرزم زي ما انت شايف كده منتظم طيب احنا قلنا لما الرزم يكون منتظم هنطبق المعدلة الأولى اللي هي نقسم 300 على عدد المربعات الموجودة بين الار الأولى والار اللي بعدها الار اللي هي الموجة اللي هي الار الأعلى موجة دي والار اللي بعدها هنشوف عدد المربعات اللي ما بينهم تمام عدد المربعات اللي ما بينهم بين ار وار مش كل الار بين ار وار يعني انا شايف كده ان الرزم كله منتظم تمام الرزم كله منتظم فلو مثلا خدنا أول موجة تمام هنعد مثلا نشوف المربعات واحد واثنين وتلاتة واده اربعة تمام ده رزمه منتظم اربعة مربعات والتاني برضه اربعة مربعات اتنين تمام تلاتة اري اربعة تمام ده رزمه منتظم فالما بينهم اربعة مربعات طب هنقسم تلتمية على الاربعة تلتمية على الاربعة فانت شايف يا كل لو انت كملت اصلا الرزم اه متكامل لو كملنا الرزم هنلاقي الرزم كله متساوي فنقسم تلتمية على الاربعة هتطلع بخمسة وسبعين ضربة في الدقيقة خمسة وسبعين اه خمسة وسبعين ضربة في الدقيقة فالرزم لو منتظم بنقسم تلتمية على عدد المربعات اللي بين الار الاولى التانية. الار اللي هي زي ما انت شايف كده. دي الار دي كل اار موجودة على الرسمة اللي هي اعلى قمة. تمام? دي اسمها. ويف. تمام? عكس البي وهي تحت. اللي هي تبدأ بيها ضرب الدربة القلب. تمام? ضربة القلب بتبدأ بالبي به. بعد كده 밝 اعلى قمة دي. وتكمل زي ما انت عارف وبعد كده. تمام? ده في حالة الرجل الرسم. في حالة الرجل الرسم بنقسم تلتمية على عدد المربعات اللي بين الار والار اللي بعدها. زي ما انت شايف كده. ار والار اللي بعدها. مش كل الار. اول مثلا نختار اول واحدة وخلاص. او تاني واحدة عادي. والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعملية. ناخد مثال بقى على الرجل الرسم. احنا خدنا مثال على على الرسم اللي هو الرسم المنتظم. ناخد بقى مسال على الرسم الغير منتظم. نتعامل مع ازاي? ده رسم غير منتظم. زي ما انت شايف كده المسافات بين وبعضها غير متساوي. شايف على قيمة اللي قلتلك عليها الار والقيمة اللي بعدها تلاقي المسافات بينهم بين بعضهم غير متساوي. تمام? طيب في حالة الرسم الغير متساوي. هنامل ايه? قال لك هتعد عدد الار الموجود في تلاتين مربع. تمام? بالعرض. وتشوف عددهم كام? تشوف عدد الار اللي موجود في تلاتين مربع. عدد الموجات. طيب في البداية هنعد التلاتين مربع ونشوف فيهم كم ار. زي ما انت شايف. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تلاتة اشر تلاتة اشر اربعة اشر امستاشر ستة سبعة اشر تمانية تسعة تلاتة اشرين تلاتة اشرين تلاتة اشرين تلاتين طيب عدد الار كام? ادي واحد اتنين ار تلاتة اربعة ار خمسة ستة. يبقى عدد الار الموجود في التلاتين مربع كبير ستة ار. والمعادلة بتقول لو الرزم غير منتظم ركز. الرزم غير منتظم هتشوف عدد الار في تلاتين مربع وتضربهم في عشر. تمام? الكلام واضح. انا بعيد اكتر من مرة عشان تكون فاهم. العدد الار كام ستة هتضربهم في عشر يبقى كام ستين ضربة في الدقيقة. الكلام واضح انا بعيد اكتر من مرة عشان تكون فاهم. ده في حالة الرزم الغير منتظم. انا بعيد اكتر من مرة عشان تكون فاهم. ده بالنسبة لل الرزم الغير منتظم. يا زلام سلم على مخك البلالان. عش بحر العلم. يا ترعة المفهومية. وقبل ما ندخل على جزء تاني في الحلقة عايز افكرك بالرسمة الطبيعية لالالف. بتتكون من ايه? دي الرسمة الطبيعية لالالف. ده نورمال اسجل تمام? هتلاقي البي ويف اول حاجة. شايف انت البي. دي اسمها بي ويف. هتلاقي شكلها كده. تمام هتطلع كده الفوق الار ويف. الار ويف تحت كيو. ودي الاس. شايف الكيو ار اس دي. بعد الاس في شرطة مستقيمة. الشرطة دي اسمها الاس تي. وبعدها تي ويف زي ما انت شايف. شرطة الاس تي دي لو مرتفعة هتبقى مشكاة. اما شكلها مستقيم كده طبيعي. وهنا عرف اكتر امثلة. اولا السينياس براديكاردية. السينياس براديكاردية معناها انخفاض في ضربات القلب. طيب معناها طبعا هتلاقي معدد ضربات القلب. لا هي. هناخد رسمة عشان نفهم بضع. طيب دي رسمة لشخص عنده انخفاض في ضربات القلب. اولا هتلاحظي. هتلاحظ ان المسافات بين الويفز وبعضها كبير. فالمسافات بين الويفز وبعضها كبير فتلاقي المربعات اكبر. عدد المربعات هتلاقي اكبر. طيب لما عدد المربعات يكون اكبر. لما تيجي تقسمهم على تيجي تقسم التلتمية على عدد المربعات الكبير. هتلاقي طبعا الناتج هتطلع عدد صغير. طيب احنا ليه اخترنا التلتمية? التلتمية دي في المعادلة اللي بتقول لك لو الرزمو منتظم وانت شايف ان الرزمو منتظم تمام انت شايف ان الرزمو قدامك منتظم تمام دي ست مربعات ست مربعات كبير فانت اما تقسم التلتمية على الستة هتلاقي عدد صغير اللي هو خمسين ضربة في الدقيقة حالة الاتريال فلاتر حالة الاتريال فلاتر طبعا هتلاقي شكلها زي حالة الاتريال فبريليشن بس الفرع ما بينهم ان حالة الاتريال فلاتر هتلاقي الموجات موجة البيويو والتويب زي اسنان المنشور شكلها زي اسنان المنشور زي ما انت شايف كده في الرسمة طيب الرزم هتلاقيه يا اما منتظم يا اما غير منتظم بس زي ما انت شايف في الرسمة كده الرزم منتظم وطبعا ضربات القلب هتلاقيها عالية تمام دي حالة الاتريال طبعا هنوضح بكذا مثال بعدين في اخر الحلقة هنراجع تمام على كل الحالات ونفرق ما بينهم فما تقلقش كل حاجة هتكون بسيطة ومبسطة. فلازم تتابع الفيديو للاخر عشان تكون فاهم. ان في الاخر هنراجع على كل الحالات ونفرق ما بينهم. فهركز معي. اولا اه تاني حاجة. طبعا احنا اخذنا السينيا ستاكي كاردية. فالقاتي هتلاقي كاردية زيها بس الفرق ما بينهم. يعني بص انت هتلاقي التشابه زي ما هو. يعني في اه المسافات بين الويفز وبعضها متقارب. فهتلاقي ضربة القلب عالية. والبيويف هتلاقي شكلها مختلف. يعني المختلف فيهم ان البيويف شكلها مختلف. بس. اما السينيا ستاكي كاردية هتلاقي البيويف موجودة عادية بس طبعا اه في صورة سريعة لان هي حالة تاكي كاردية. فهتلاقي الموجات ولا بعضها. بالسرعة يعني. ده حالة تاكي كاردية. ده بالنسبة لحالة الاتريال تاكي كاردية. طيب حالة ال اس تي سيجمنت اللي اتكلمت عنها كتير. اس تي سيجمنت اللي اتلاقي السام الاسود ده. تمام? تمام? هتلاقيها مرتفعة كده. الطبيعي ان هي تكون في شكل مستقيم. شكل مستقيم على مدار الرسمة. تمام? على عرض الرسمة كده بشكل مستقيم. اما دي حالة ارتفاع في طيب حالة لما تكون ارتفاع. هتلاقي حالة جلطة قلبية. تمام? جلطة في القلب. زي ما انت شايف كده ده شكل غير طبيعي. يعني ده مش رسمة مش نورمال. هتلاقي عالي مرتفع 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 وربعة. ده حالة جلطة قلبية. تمام? ودي بسبب قصورة الشريان التاجي. طيب بص هنفرق ما بين اللي من النورمال والاستي الفيشن. النورمال زي ما انت شايف زي ما قلت لك مستقيم. يعني شكل مستقيم. اما هتلاقي فيه ارتفاع. عند هتلاقي فيه ارتفاع لفوق. ده غير طبيعي. نرجع بقى على الحالة كلها. وهنفرق ما بين كل الحالات. اولا ان البي في سي بري ماتيور فينتريكولر كنتركشن. شايف الشكل بتاعها هتلاقي بواسعة وشكلها يعني مختلف. الفنتريكولر تاكي كاردية نفس النظام. حرف الام وراء بعضها الفنتريكولر فيبريليشن. شكل مصغر من الفنتريكولر تاكي كاردية. تاني مثال. هنفرق ما بين حالتين. حالة القاتلة الفيبريليشن اللي قلت لك عليها وحالة القاتلة الفلاطة. الفرق ما بينهم واضح جدا. القاتلة الفيبريليشن زي ما انت شايف كده. موجات بي ويف صغيرة او مش موجودة. مكانها الفيبريليتر ويف. والقاتلة الفلاطر اسدان المنشاوة. واضح المسال يعني. اخر المسال والتاكي كاردية والبرادي كاردية. واضح جدا الفرق ما بينهم. النورمال زي ما انت شايف. موجات بي ويف موجودة. شكل طبيعي التاكي كاردية موجودة بس بشكل سريح. البرادي كاردية مسافة واسعة يعني ما بينهم. مسافة واسعة. زي ما انت شايف كده. بالنسبة للشرح فهو انتهى. اتمنى الشرح ده يوصل لاكبر عدد من الناس. وشير في كل مكان. اتمنى يكون في دعم بالنسبة للشرح ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.